اشتركوا في القناة بعنوان يعني مميزات وعيوب وسائل التواصل الاجتماعي طبعا ده في سلسلة اسمها مواضيع بالانجليزية وطبعا سلسلة مواضيع بالانجليزية دي اللي شاه في الحلقات اللي قبل كده هيلاقي ان انا شرحت فيها مرض اسمه موضوع بيتكلم عن او مرض الكورونا وده موضوع مهم جدا لطلاب السنوية وكذلك الاعدادية لو بتكتب او اساي ممكن يساعدك كتير كمان موضوع بتكلم عن يعني التكنولوجيا الحديثة كمان موضوع بتكلم عن يعني اهمية المياه ونهر النيل وكذلك موضوع بتكلم عن وكذلك اللي هو التلوث واخر موضوع او اخر حلقة كنت شرحتها كان بتكلم عن يعني اهمية ممارسة الرياضة طبعا زي ما عاودتكو قبل كده في المواضيع اللي فاتت ان انا ببدأ بالكلمات او وطبعا ملحوظة بعض الكلمات هيبقى لها نطق باللهجة البريطانية او الامريكية هشير ليهم برضو ويركز معايا فيهم اوي كمان الجمل او طبعا الجمل دي هتبقى متعلقة بالكلمات اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي وهتخلي الموضوع قوي جدا يبين لأي حد بيقرأ انك فاهم كويس جدا اه طبعا قبل ما نبدأ اه ما تنسوش تدعمونا سبسكرايب لايك وشير القناة وفعل الجرس بقى علشان يوصلك كل جديد اول كلمة معانا النهاردة هي الكلمة اللي انتوا شايفينها دي ودي طبعا باللغة الانجليزية يعني سوشال نتوركينج سايتس سوشال نتوركينج سايتس يعني مواقع التواصل الاجتماعي بشوف طلبة كتيرة او ناس كتيرة بينطقوا الكلمة دي غلط جدا بيقولوا عليها سوشيال سوشيال دي يا جماعة مش موجودة في اللغة الانجليزية الكلمة الصحيحة او النطق الصحيح هو سوشال سوشال نتوركينج سايتس يعني مواقع التواصل الاجتماعي زي ما نشايفين هنا كده السناب الشات والفيسبوك واليوتيوب والانستجرام كل الحاجات دي من مواقع التواصل الاجتماعي كلمة البعد كده معانا كلمة اسمها كلمة اقارب باللغة العربية لها نطقين باللغة الانجليزية نطق باللهجة البريطانية اسمها ونطق باللهجة الامريكية اسمها احنا قلنا ان حرف التي ده في اللهجة الامريكية الى حد ما الامريكيين والكنديين بينطقوا شبه حرف الدال عندنا بيقولوا اما البريطانيين بيقولوا يعني اقارب الكلمة اللي معانا دلوقتي هي كلمة منتجات يعني ايه كلمة منتجات يعني برودكتس برودكتس يعني منتجات برودكتس يعني منتجات اي منتج انت بتشتريه سواء بقى من السيطالية او من السوبر ماركت او من اي مكان ده بيسموه برودكت بعد كده عندي كلمة اسمها ايصال ايصال يعني ان انا بوصل الحاجة للشخص وطبعا اخد بالك ان حرف الار اللي في الاخر ده بيبقى نطقه خفيف جدا مش بيقولوا ديليفر لا بيقولوا ديليفر يعني ايصال ايصال شيء من شخص لشخص تاني الكلمة اللي بعد كتا لها نطقين كلمة جمعية خيرية او جمعيات خيرية لو نطقناها باللهجة البريطانية هيبقى نطقها اتشيراتيز اتشيراتيز اما لو نطقناها باللهجة الامريكية هتبقى اتشيراتيز يبقى حرف تي ده برضو هيتنطقش هبقى حرف الدال شوية اتشيراتيز او اتشيراتيز معناها جمعيات خيرية بعد كده عندي كلمة اسمها ابحاث ابحاث باللغة البريطانية يعني ري سيرتش مش بينطقوا الارضي خالص في اللهجة البريطانية الارضي بتختفي بتبقى ري سيرتش اما باللهجة الامريكية بينطقوها قفيفة فبيقول ري سيرتش بعد كده عندي كلمة اسمها كاميونيكاشن 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 يعني الاتصالات الاحز ان الدي مش بتتنطق كوميونيكاشن لا بتنطق كاميونيكاشن كاميونيكاشن يعني الاتصالات بعد كده الكلمة اللي بعد كده كلمة خصوصية خصوصية دي لها نطقين واحد بالبريطاني واحد بالامريكي بالبريطاني اسمها بريفاسي يعني خصوصية باللهجة البريطانية اما باللهجة الامريكية بيقولوا عليها برايفاسي برايفاسي يبقى انا عندي بريفاسي او برايفاسي واحدة باللهجة البريطانية بريفاسي اما باللهجة الامريكية برايفاسي معناها خصوصية انك تقفل مثلا تليفونك بباس وورد معين محدش يفتحه غيرك او انك تقفل جيميل بتاعك بباس وورد معين محدش يفتحه غيرك يبقى انت كده عامل خصوصية بقية الكلمة اللي معانا كلمة بشوف طلبة كتيرة وناس كتيرة برضو بتنطقها بشكل غلط جدا بيقولوا على الكلمة دي او كلمة تعليق باللغة الانجليزية بيقولوا عليها comment طبعا comment دي مش موجودة خالص في اي لهجات اجنبية هي لها نطقب البريطاني ركز بقى معايا فيه ونطقب الامريكي النطق البريطاني اسمه comment 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 يعني تعليق اما باللهجة الامريكية بيخلوا الاو دي شبه الالف كده بيقولوا comment comment يبقى انا عندي comment او comment انما comment دي انا ما شفتهاش الصراحة لو سمحت باش نعم السؤال الاول ده اختار واحد ولا اثنان ولا ثلاثة انت بتستهمل خب خلاص خلاص اول مرة تثبت التثبيتة دي انت لو برا كنت غزيتك فنقدرتك بعد كده عندي كلمة اسمها وسائل الترفي وسائل الترفي يعني ايه وسائل الترفي برضو لها نطقين نطقب البريطاني ونطقب الامريكي بالبريطاني اسمها entertainment entertainment الار دي مش بتتنطق نهائي entertainment باللهجة البريطانية اما باللهجة الامريكية بيقولوا entertainment برضو احيانا بينطقوا الارضي خفيفة شوية الامريكيين بيقولوا entertainment اما باللهجة البريطانية entertainment معناها وسائل الترفي سواء بقى فيديو جيمز او قصص او نوفلز بتقضي وقت فراغك فيها يعني طيب نخش بقى على الجمل واول جملة معانا النهاردة the first sentence is social media is very common these days and has a great influence on many people يعني ايه الكلام ده بالعربي يعني تعد وسائل التواصل الاجتماعي من الامور الشائعة جدا هذه الايام ولها تأثير كبير على العديد من الناس again social media is very common these days and has a great influence on many people بعد كده الجملة التانية ودي برضو من البروس كلمة يعني من المزايا بتاعة السوشال ميديا اول ميزة من social media هي ايه social media helps people to keep in touch with their relatives and friends قلنا كلمة relative او relative والاتنين طبعا صح طيب معنى الكلام ده بالعربي ايه تساعد وسائل التواصل الاجتماعي الاشخاص على البقاء على اتصال باقاربهم واصدقائهم الجملة اللي بعد كده معانا بتقول social media can be a good way to help charities to deliver their needs to help other people يعني ايه الكلام ده يعني كما ان وسائل التواصل الاجتماعي تعد طريقة جيدة لمساعدة الجمعيات الخيرية على تلبية احتياجاتها لمساعدة الاخرين مثلا ان الجمعيات الخيرية دي بتعمل اعلانات على الفيسبوك او الواتساب ان حد يقدر يساعدهم يعني شبه جمعية رسالة مثلا عندنا هنا في مصر بتعمل اعلانات ان الناس ممكن تساعدها وبالفعل بعض الناس بتتبرع للجمعيات دي والجمعيات دي بتودي الدعم ده لمستحقية او للناس الفقراء اللي موجودين هقول الجملة تاني بالانجليش الجملة اللي بعد كده او الجملة الرابعة معانا بتقول طبعا من ضمن المميزات برضو او بتقول كلمة يعني معلومات خاطئة وغير موثوقة بيقول لي من العيوب بتاعتها هتأخذ وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من وقتك كما انها وسيلة لنشر معلومات خاطئة وغير موثوقة هقولها تاني بالانجليش بعد كده الجملة الخمسة معانا النهاردة برضو من المزايا بتقول من ضمن العيوب بتاعت السوشال ميديا ان قد تكون خصوصيتك في خطر مثل الحسابات المصرفية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن ان تؤثر عليك يعني ممكن حد يسرق معلوماتك الشخصية شبه الايميل ودي شفناها وتحصل كتير ان حد يسرق صفحة الفيسبوك بتاعت واحد تاني ان حد يسرق رابط قناة من واحد تاني دول بيسموهم او مقتحي مشاركات الكمبيوتر وطبعا دولك بيجرموا وبيعقبوا الجملة الختمية معانا النهاردة او اخر جملة معانا النهاردة بتقول لي ايه بتقول لي يعني ايه الكلام ده يعني كن حريصا اثناء نشر صورك او انشطتك الخاصة علنا كلمة علنا يعني فقد يتم اساءة استخدامها كلمة اساءة استخدام يعني 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 الناس ممكن تستخدم الحاجات دي بشكل سيء او شكل سلبي اه بكده يبقى احنا خلصناها موضوع مهم جدا بيكلم عن اتمنى اكون اه في التوكو اه طبعا في النهاية ما تنساش اه 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 اشتراك واعجاب ومشاركة للفيديو علشان يوصل اه للناس كتيرة في رعاية الله وحفظه السلام عليكم